صالح ضيقة تركب الحراكة بأي ثمن وجيل لآخر مواقف ثابتة وملحة في التغيير مسيرات سلمية تنازلات السلطة تصطدم بسقف المطالب كل هذا وأكثر مع ضيفة سلمة بريك طالبة دكتورة في العلوم السياسية وأيضا صحفية صبوحكي سعيد أهلا بك معنا أهلا بك طارق شكرا على الاستضاف جميل كما يحضر معنا أيضا في مداخلة هاتفية عبد الرزاق طواهرية كاتب وناشط أيضا في الحراكة الشعبي من ولاية تبسة صبوحك سعيد أهلا بك معنا إذن عبد الرزاق طواهري أنت معي خيطر عبد الرزاق طواهري الكاتب والناشط في الحراكة الشعبي من ولاية تبسة صبوحك سعيد أهلا بك معنا في قناة النهار صباح الخير أخي طارق أنا في الاستماع جميل ابقى معي فقط عبد الرزاق أبدأ بضيفتي في الستوديو سلمة بريكا طالبة دكتوراه في العلوم السياسية وأيضا الصحفية ما شاء الله اليوم الحراك الشعبي يعول على طبق المثقفة يعول على الشباب ويعول عليكم أيضا بالدرجة الأولى هو الحراك الشعبي بصريح العبارة قالها في عديد الجمعات نحن لا نريد نفس الوجوه أنت ربما كطالبة جامعية اليوم كناشطة أيضا في المجال السياسي كناشطة في الحراك الشعبي كيف ترين ما آلت إليه الجمعات الخمس؟ بسم الله أولا ليس ما رأيته أنا في جمعات الخمس ما رأاه جميع الجزائريين من خلال خمس جمعات كاملة أوضحت الوعي الكبير الذي يحظى به الشعب الجزائري الذي لم يكن يوما غبيا ولا غير متحذر لأن خاصية التحذر موجودة لكنها تم حجبها بطرق أخرى لتوصيل رسالة إلى العالم بأننا شعب يخاف ممكن من أجل العديد من المراحل الخطيرة التي مرت بها الجزائر لهذا اعتقد الجميع أن الجزائريين يخافون من الخروج إلى الشارع للتعبير أنا رأيي جميل عبد الرزاق طواري الكاتب بناش في الحراكة الشعبية أنت ربما كيف ترى هذه النقطة؟ أنا لو أتحدث حسب احتكاكي بالشعب الجزائري كفرد منها أرى أن الشارع الجزائري إن صح التعبير يرفض تماما ما تمليه عليه السلطة الجزائرية من قوانين فالشعب فقد مستقيته في هذا النظام الحاكم لذلك هو يشكك أيضا في مستقية هذه الندوة الوطنية والتي يرى أن من سيترأسها سيكون شخصا ستعينه الحكومة الحالية وبالتالي أرى أنها ستميل الكفة أن تأجي صالح هذا النظام بطريقة أو بأخرى هناك أيضا توقيت هذه الندوة الوطنية والتي من المرجح أن تنعقد آخر السنة يعني تحقيق أحد مطالب النظام الذي لم يحصل عليه من قبل بطريقة غير مباشرة إن صح التعبير ألا وهو الحصول على عام يعتبر كتمديد للعهدة مرابعة هذا الأمر بالطبع يستفز أخي طارق الشارع الجزائري ويدعوه لمواصلة الحراك السلمية فالشعب يعي جيدا أن الغاية من هذه الندوة الوطنية هي تحقيق نوع من التغيير ولكن مع المحافظة على سيورة النظام الحالي وهذا بالطبع ما يرفضه الجميع نعم جميل سلمة بريك طالبة الدكتورة في العلوم السياسية ربما استمعت إلى بقاله أبد الرزاق طواهري ربما أنتما متفقان في الرؤى وفي وجهة النظر تحدث حول نقطتين ربما مهمتين قضية أن الحراكة الشعبية اليوم المتظاهرون اليوم في الجزائر فقدوا أو ليست فقدوا الثقة في السلطة السلطة اليوم لم تعود لها مصداقية لدى الشارع الجزائري حتى المعارضة لم تعود لها مصداقية وأيضا حتى الطبقة المثقفة في الجزائر وحتى المجتمع المدني هم بعيدين كل البعد عن واقع المجتمع الجزائري حتى الشباب الجزائري اليوم لا يتقفي المجتمع المدني لأنه يقول بأن المجتمع المدني ليس أو غير فعال فهو لا يتقفي حتى يمثله ربما تحدث أيضا في نقطة تانية قضية الندوة الوطنية اليوم ربما نتفق فيما يخص ندوة الوطنية إن كان من يمثل الحراك هم من اختيار الحراك وليس مما تمليها السلطة على الحراك أو تختارهم السلطة هي لكي يقومون بأداء هذه الندوة الوطنية لا لست معك في هذه الفكرة تحديدا لأن مطالب الشعب واضحة من خلال اللافتات التي يتداولونها خلال خمس جمعات فارطة والجمعات القادمة يقول مطالبه واضحة صريحة ليست بحاجة إلى تمثيل لأنه لو عينوا تم تعيين ممثل حراك في كل ولاية سيتم شيطنتهم سيتم تخوينهم وسيتم شراءهم أيضا مثل ما فعلوا في السابق ونعطيك مثال عن هذا في السابق كان لدى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة مجموعة هائلة من المعارضة وقوية أيضا نذكر منها خليدة تومي نذكر منها عمارة بن يونس وأيضا حزب حماس في عهد المرحوم محمود نحناح كانوا يمثلون المعارضة ويعارضون شخصية عبد العزيز بوتفليقة بقوة لكن بعد أن قدمت لهم حقيبة وزارية تم شراءهم وأصبحوا من بين يعدون من السلطة يعدون عائلة السلطة إذا أنت ربما تستدلين أنت ربما ضد تعيين ممثلين للحراك لأن ترين وجد نظرك طالبة جامعية في العلوم السياسية ترين ربما أن تعيين ممثلين للحراك قد يقتل الحراك أو قد يستطيعون شراء هؤلاء الممثلين أكيد حتى لو نضيف خاصية حسن النوية في هذه النقطة بالذات سمعنا نحن عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن أطراف تعين القائدة الثورية والجميلة جميلة بوحيرد نعم جميلة بوحيرد هي رمز من رموز الثورة الجزائرية وأيقونة أيضا ولكن في عهد جميلة بوحيرد أيام الاستعمار الفرنسي لم يكن وراءها لم تكن ضمن أدلجة أو يكن وراءها شخص يقودها ماذا تفعل حاربة الاستعمار الفرنسي لوحدها شباب اليوم أيضا يريد هذه الفرصة هذا لا ينقص من أهمية جميلة بوحيرد كمناظلة ولكن لها وقت أنت ترين ربما أن نفتح المجال للشباب الآن حتى يصنعون مستقبلهم بأنفسهم هناك من صنع تاريخ الجزائر لهم الشكر والامتنان ونحطون فوق رسالنا لكن دعونا نصنع مستقبلهم بأنفسنا هكذا هي وجهة نظرك طبعا تاريخ جميلة بوحيرد تمثل تاريخ مشرف للجزائر لا يمكن لأي أحد نكرانه لكن أن تكون من ضمن قادة الحراك فنحن نرفضها ونرفض أي أحد آخر مع احترام من الجميع جميل عبد الرزاق طوهري الكاتب والناشط في الحراكة الشعبية ضيفة سلمة أبريك ترفض تعيين ممثلين للحراكة من وجهة نظرها هي وجهة نظر أيضا العديد من من هم في هذا الحراكة السلمية وجهة نظرك أنت كمثقف جزائري وككاتب جزائري وكشاب جزائري وناشط أيضا في الحراكة الشعبية كيف تاريخ قضية وجود أو تعيين أشخاص يقومون بتأطير الحراكة ويقومون بالتفاوض مع السلطة الآن حتى نجد مخرجا لما تعيشه الجزائر في هذه الفترة بالطبع أخي طارق وجهة نظري مبثقة من روح هذا الحراكة الشعبي باعتبار فرضا منها فجميع الشارع يرفض هذا الأمر لأنهم فقدوا الثقة أخي طارق في هذا النظام كما فقدوها أيضا في الأحزاب السياسية مع احترامي للبعض منها فقد فقدوا الثقة في هذه الأحزاب السياسية المعارضة منها أو حتى الحاكمة فقد كانوا أصحاب الحراكة الشعبي وأنا منهم أقول يعتبرون الأحزاب السياسية رمزا للنضال ليتفاجأوا مؤخرا بكونها رمزا للتحايل وأيضا أخي طارق لتحقيق المصالح الشخصية على حساب مصلحات الشعب وهذا أمر واضح وبات جاليا للجميع أيضا اختيار ممثل أو مؤثر للحراكة الشعبي يعتبر في نظر الشارع جزائي نقطة ضعف سيستغلها النظام بالتأكيد من أجل ممارسة الضغوطات على هذا الممثل كسخدامه كآدات يا أخي طارق لتثبيت عمل الحراكة الشعبي يعني خنقه هو القضاء عليه أيضا أخي طارق خصوصا يعني بعد إجلسي على طاولة الحوار في الناد الوطنية وكسبه كورقة ربحة سيكون هذا أمرا واضحا للجميع في هذا السياق أيضا نتساءل لنتساءل معنا وأنت والضيفة أيضا أخي طارق لنتساءل ونقول مدام الحراك سلميا حضاريا يبدأ بخروج العائلات وينتهي أيضا بتنظيف الشوارع وتبادل الورود مع رجال الأمن مطلبه واضحة جلية ووضحة في لافتات إعلانية كما قالت الأخت قبل قليل أو إن صح التعبير في نقولة شعبية باتت معروفة في الشعرع الجزائري وهي يتنحه فلما نحتاج قائدا لهذا الحراك وبطريقة أخرى يعني إن كان الأشخاص الذين يودون تزعم هذا الحراك الشعبي في أول ظهر له أو في أول جمعة له فأين كانوا في أول مسيرة قامت بها أبناء الشعب الجزائري فأين كانوا هؤلاء لابنين يرودون تزعم هذا الحراك إن أرادت الدولة معرفة مطالب الشعب فالمطالب يعني لا نقول الدولة نقول سلطة إن صح التعبير فإن أرادت معرفة مطالب الشعب فالمطالب واضحة في لافتات الإعلانية الشعب وكأنه يريد تغييرا راضيكاليا أي اقتلاع النظام من جذوره وإعادة سيارة نظام جديد وبناء نظام جديد حي هذا رأي الخاص ورأي أيضا الشارع الجزائري أظن هكذا دميل سلمة بريك سيدتي الكريمة ربما أنت والعبد الرزاق طوارية تتفقان ربما في هذه النقطة وكما قلتما العديد من الناشطين في الحراك يتفقون معكم في هذه النقطة قضية أن تعيين ممثلين للحراك سيقتل الحراك ما هو الحل في نظرك حتى نجد ربما مخرجا من كل هذا الحل هو واضح كما كان موضحا في اللفتات المعلقة في الخمس جمعات الفارطة هو خروج العصابة خروجها تحديد في هذه المرحلة بالذات نحن بحاجة إلى تكافل الجهود لتعيين رئيس كف قادر على قيادة الدولة بحجم الجزائر وإذا لم نثق في أي كان حتى يمثل الحراك فقط كيف نستطيع أن نثق في شخص ونصوت عليه ويكون رئيسا للجمهورية إذا استمرنا في نفس هذه الفكرة فقط لأنه صعب اليوم أنك تثق في من يمثل الحراك الشعبي السلمي الذي تعرفه جزائر منذ خمس جمعات وتثق في رئيس جديد للجمهورية وتطيل صوتك وتنتخب عليه نحن رفضنا تمثيل الحراك لأن من طلب الحراك هو العصابة ولكننا نطالب بتعيين رئيس للجمهورية لأننا نحن كشعب نطالب به فرق بين شعب يريد يبحث عن الأمن والاستقرار في بلده وبين عصابة تبحث عن وقت للتمديد نعم جميل كيف ترى أنت عبد الرزاق طهرية هذه النقطة ربما كيف ترى أنت الحل من وجهة نظرك حتى نتخطى هذه المرحلة ربما سأتعمق قليلا أنا باعتباري خريج جامعات علم اجتماع في مدينة بسا سأعتبر نفسي في هذا المنطلق باحث سوسيولوجي يعني يعتمد على التجربة والملاحظة أيضا سأعطي حل النوعا ما دقيقا وأرى ما سيكون رأي الضيفة أيضا لأنه أريد أيضا أن أعرف رأيها حول الحل الذي سأقترحه الآن أرى أن الشعب يرى بأن الحل يكمن في تحقيق أول شيء موعد للانتخابات في أقرب وقت وعدم تأجيلها لفترة طويلة مع مراعاة أيضا أخي طارق فتح الباب للكفاءات الجزائرية المبدعة والفنية أقول في مختلف المجالات سواء الاقتصادية كانت أو الاجتماعية أو الصناعية أيضا من أجل ماذا أخي طارق؟ من أجل تشكيل حكومة تكنقراطية لا تخدم الأحزاب السياسية مطلقا لأن الشعب الآن لا يستقف الأحزاب السياسية بل تخدم الشعب فقط يعني هذا من خلال تصحيح أخطاء النظام ثم تغييرها أيضا يجب التصحيح أخطاء أولا لكي لا نقع فيها فيما بعد ثم نقوم بتغييره معتمدين في ذلك على الكفاءات الألمية وأيضا الفنية والتقنية المتوفرة في الرجال طبعا التكنقراطيين الذين سيسيرون إن شاء الله البلاد في هذه المرحلة والمرحلة التي تليها إن شاء الله أخي طارق يعني بعبارة أخرى أن نستفيد من التجربة الأمريكية في الجلوية المتحدة الأمريكية فقد ظهرت الحركة التكنقراطية في عام 1932 وجميع علم هذا وكما أن العدوى لهذا الظهور لرجال التكنقراطيين ظهرت أيضا العدوى أصابت جمهورية الصين الشعبية عام 1985 بعد اتماد مجلسها المركزي على جملة من التكنقراطيين سواء من مهندسين أو اقتصاديين كان هذا الهدف من أجل إخراج الصين من المجتمع الزراعي البحث نحو المجتمع الصناعي المتطور هذا الشيء تحقق بالفعل والصين أصبحت من الدول الأكثر قوة اقتصاديا في العالم وهؤلاء الرجال التكنقراطيين الذين يسيرون الصين حاليا لا يزالون ولحد الساعة يمارسون مهامهم ويطورون أيضا من مهاراتهم بالدراسة وتكوين أنفسهم في الخارج سواء في الولايات المتحدة الأمريكية أو أيضا في إنجلترا نحن نريد أيضا أن نجسد هذه التجربة ونؤسس حكومة تكنقراطية لا تدعم الأحزاب السياسية وتدعم صوت الشعب وتدعم الكفاءات الكفاءات القوية التي قادرة على تسير البلاد التي تتمتع بقوة الإدارة وقوة الشهادات التي تملكها والتجربة أيضا التي تملكها وأيضا شخصية القيادية نعم عبد الرزاق طوهرية عودي لك سلمة بريك كيف ترين ما تحدث عن حمزة طوهرية وقال أني أريد أن أعرف رأي سيدة سلمة بريك تشكيل حكومة تكنقراطية تحدث عن تشكيل حكومة تكنقراطية حتى نوضح صورة أكتر للمشاهد الكريم ويدرك بأن الحكومة التكنقراطية يكون بين طياتها يعني وزراء هم لا ينتمون لأي حزب سياسي ليس لهم غطاء سياسي هم غلبيتهم من التقنيين ربما من خريجي الجامعات تقنيين في مجال الاقتصادي في المجال السياسي في مختلف المجالات يعني نعتمد على الكفاءات الجزائرية في هذه الحكومة حتى نسير هذه المرحلة كيف ترين أنتها دي هذا تحديدا ما يحتاجه الشباب الجزائري على مدار عشرون سنة فائتة من التعصف والتعصب أيضا بأن مشاعرنا قد تم استفزازها وقد تم استنزافها أيضا يعني عندما نرى كفاءات جزائرية بحتة مهمشة في الخارج مهمشة في الداخل تقصيدين عفوا مهمشة في الداخل عبر الخارج ويستفاد منها البلدان في الخارج ما الفرق بيننا وبين الخارج بيننا وبين الغرب ما دام كفاءات جزائرية هي من تعمل في المستشفيات في الغرب ما دام كفاءات جزائرية هي من تعمل في الوزارات في الغرب الفرق بيننا وبينهم هو أن الدول في الخارج تحترم الكفاءات وتعطيها قيمة غرب ولكن في الداخل تم تعيين عصابة ليس من صالحها أن توظف شاب محنك أو مخضرم أو لديه جديد سيضيفه لتطوير هذا البلد ربما تحدثنا من نقطة أخرى حراك شعبي بدون قيادة لحد الآن منذ الجمعات الأولى جمعة الثاني والعشرين من شهر فيفري مصالح ربما ضيقة ستركب الحراك بأي ثمن وبالتالي هذه وجهة نظر أخرى ربما لأنه أنتم قلتم أن مصالح الحراك الشعبي الآن أن يكون بدون قيادة ويبقى شعبي كما هو هناك وجهة نظر أخرى تقول بأنه إذا استمر الحراك الشعبي بدون قيادة بنفس الوتيرة فستكون هناك أناس لهم مصالح ضيقة سيقومون بركب موجة هذا الحراك بأي ثمن والكلام باسمه من قال أن الحراك تعتقدون ربما أنه سيشكل خطر على الحراك من قال أن الحراك في الجزائر غير مؤثر بالعكس هو مؤثر بطريقة رائعة يتم قبل كل جمعة التفاف والتقاء الشباب من كل ولاية لا لن نقول بأن هذا الحراك ليس مؤثر أو يأتي من يؤثره لا أنا أتحدث على من يقوم بقيادة هذا الحراك لأنه نحن نتحدث في هذه الفترة عن تشكيل حكومة مؤقتة تسيج جزائر في هذه الفترة والحراك الشعبي عليه أن يعين هو الحكومة ويكون له دور في تعيين هذه الحكومة حتى تكون فيه ثقة في هذه الحكومة حتى وإن كانت حكومة تكنقراطية مثل ما تحدث عبد الرزاق طوهرية لأنه اليوم إذا ما كانش فيه قادة لهذا الحراك فرح يكون فيه ركب للموجة من طرف أناس عندهم مصالح ضيقة فسيفاوضونهم السلطة باسم الحراك الشعبي نحن نتحدث عن وجهات نظر أخرى قد تطرح في أرض الواقع وتكون واقعا في المستقبل بالنسبة لركاب الموجات ليس من الناحية السياسية فقط قد تم ركب موجة الحراك والثورة من قبل الناس يصطلع عليهم أسوأ من النفاق نكران الجميل يعني هذه الناس كانت في السابق مع حكومة بوتفليقة ومع منظومة بوتفليقة لأننا لغاية هذه اللحظة بدون نظام يعني بعدما نجح شعور هذه الجماعة بنجاح هذا الحراك ركبت الموجة وأصبحت توجه الاتهامات لشخص الرئيس بوتفليقة بالرغم من أن الشعب يحترم خاصية أن الرئيس بوتفليقة مريض وهناك أطراف أخرى تسير هذا الوطن ويلعبون على هذه النقطة تحديدا يعني كما شاهدتم في الجمعات ما كانش ولا لفت طالبت الرئيس بوتفليقة يعني بمصطلح سب أو مصطلح عنف بالعكس كانوا يخرجوا يقولوا يا الرئيس الله يشافيك ما عدش قادر جيبونا ناس قادرة يطالبوا فقط بخروج هذه العصابة تعيين يعني مجموعة أو حكومة تكنقراطية في هذا الوقت يعد من صالح المجموعة أو الجماعة التي تنادي بالتمديد يعني نحن نحاوس على مطلب واضح هو خروج هذه العصاب كلها كلها يعني بمجلس الأمة بمجلس الشيوخ بالبرلمانيين الذين يتقاذون أجر 30 مليون فقط برفع اليد وهذه حقيقة يعني لا يمكن أن ننكرها نريد خروج كل هذه الوجوه التي تستفز الشعب على الشاشات ونريد تعيين يعني كفاءات جديدة بعد الانتخابات يعني الحل الذي نراه أنسب في هذه المرحلة تحديدا هو تعيين إجراء الانتخابات في أقرب وقت لأن هذا الوقت الضائع الفائت هو من صالح العصابة الخاطفة للرئيس جميل إذن عبد الرزاق الطوهرية كيف ترى أنت ما نتحدث هنا أنا وضيفتي سيدة سلمة بريك فيما يخص قضية حراك شعبي بدون قيادة مصالح ضيقة تركب الحراك بأي ثمن ربما حتى نوضح أكثر الصورة ووضح لك أيضا أكثر الصورة لأن مطالعة عميقة ودقيقة وكنا تحدثت معك في مكالمات هاتفية سابقة فيما يخص هذه النقطة مطالعة عميقة ودقيقة لكتاب الأمير فقط للكاتب الإيطالي ميكافيلي ربما هو صورة طبق الأصل لتجسيد الواقع الذي شئنا أبين أصبح تتضح معالمه في هذه الفترة وخاصة بعد الجمعة الأخيرة لو تشاطرني الرأي ربما فأصحاب الأهداف الانتهازية والنفعية يؤكدون على سيرهم وفق مبدأ النفعية فهم يخططون بشكل أو بآخر لينتهزون الفرصة والغاية تبرر الوسيلة وأنت أدرى لا نعم أخي طارق لقد بدأنا نرى ملامح كتاب الأمير تنطبق تدريجيا في هذه الحالة السياسية التي تعيشها الجزائر وهو أمر يدعو لإعادة النظر لقد رأينا أيضا من قبل عدة محاولات لركوب موجة الحراك الشعبية السلمية الذي يلزمه نفس عميق أخي طارق حتى يتدارك هذه المحاولات لتشويه صورة الحراك الشعبي السلمي هذا التكلب أيضا من أجل تزعم الحراك الشعبي من عدة جهات معروفة والذي نشأ أقول عن الحراك الشعبي الذي نشأ عفويا بعد ضغوطات كبيرة عنها الشعب الجزائري مع هذا النظام الفاسد سيشكل فوضى وانكسامات في الحراك إذا ما تم تعيين شخص ما يترأس الحراك لماذا أخي طارق لأن جميع الأطراف الأخرى سترفض هذا المماثل للحراك على اعتبار أن مماثلين أفضل يصبح تنافس هنا يصبح تنافس من أجل السيطرة على هذا الحراك الشعبي وتزعمه وهكذا ستسود الفوضى تدريجيا أنا أقول لهم عبر هذا المنظر أين كنتم عندما بدأ الحراك أول مرة دون قيادة بعفوية سلمية أين كنتم في هذا الوقت هذا هو سؤالي وإجابتي أيضا جميل ربما في نقطة أخرى ما هي النتيجة التي سيخرج بالحراك لما نصل إلى الثامن عشر أفريل هل يأتون ربما بمجموعات من هذا من الحراك حتى ليكونوا أو ليكونوا دولة لأننا نتحدث وأنت تتحدث أيضا حول قضية حول مصطلح يتداول بكثرة في هذه الأيام وهو يروح قع أم نشكل دولة بهذه الأحزاب التي اجتمعت لتنشئ حكومة خاصة في هذه الفترة الشعب بالطبع يرفض أي تدخل حزبي في هذا الأمر أو حتى نفرض إن تمت الانتخابات الرئاسية وتمت تحديد موعدها فإن كان هناك أي ممثل عن حزب معين لهذه الانتخابات سيرفضه الشعب ولا يريد أن يصوت عن الشعب يريد ممثل حر يريد شخص جديد واجهة جديدة يريد أيضا حكومة جديدة واجهة جديدة ولعل التغييرات الأخيرة التي طرأت بعد جمعة الرحيل التي طرأت تحويل الحكومة من حيث تم تعيين السيد بدوي في منصب معين وتم تعيين أيضا سيد اسمه ربما العمامرة أو هكذا اسمه في منصب نائبه هذا الأمر استفز الشعب الجزائري لماذا؟ لأن الشعب الجزائري يريد وجوها جديدة الشعب يريد وجوها جديدة لا يريد وجوها قديمة رأيها من قبل في هذا نظام الفاسد ثم تم تعيينها في منصب أخرى الشعب بطبيعة الحال يريد أن يرى أشكال جديدة للمنظومة حتى يقتنع بجلوس على طاوية الحوار ولكن بما أن المجلس أو ندوة الوطنية هذه هي طرأسها أو سيتم قيادتها من طرف الشخص من أشخاص هذا نظام الفاسد وأيضا سيتم التفاف حولها من طرف هؤلاء النظام الفاسد فالشعب يريد وجوه على طاوية الحوار لأنه يعلم جيدا أنه في هذا الجلوس هناك سيتم وضعه في موقف ضعف وليس موقف هو لأن المبادرة جاءت من النظام ولم تأتي من الشعب نعم جميل سلمة بريك كيف ترين أنت إلى هذه النقطة وما تحدث أيضا فيه أبد الرزاق طهرية ما هي نتيجة ربما التي سيخرج بها الحراك خاصة لما نصل إلى 18 أفريل هل يأتون بمجموعات من الحراك الشعبي لكي يكونوا حكومة يعني نختارها من الحراك الشعبي أم نضع ثقتنا في الأحزاب السياسية الموجودة في الجزائر في هذه الفترة حتى ننشأ دولة ونكون حكومة بالنسبة للوثوق في الأحزاب السياسية هذا من سابع المستحيلات أما بالنسبة لتعيين ممثل من الحراك ممكن ممكن أن يتم تعيينه لكن بعد مرحلة الانتخابات أظن أن هذه النقطة التي تحدثنا عنها هي ما يريد الوصول إليها ما أسميهم بالجماعة يعني الخاطفة للرئيس والخاطفة للمؤسسات السياسية للدولة واستعمالها في خارج إطارها الدستوري أهم مرحلة يريد الوصول إليها هذا الشعب هو تحقيق مطالبه الموجودة في اللافتات وقطع كل وقت إضافي يريد أن يحصل عليها هؤلاء العصابة والتسريع في إجراء الانتخابات ومن بعد هذا تشكيل النخبة أو لا أعلم ربما جميل عبد الرزاق طهري الكاتب ونشر في الحركة الشعبية ماذا يمكن تقوله في الأخير في عجلة فقط لو سمعت أنا أدعو الشعب الجزائري أن يستمر في الحركة السلمية بسلمية بعفوية أن يكون له ذلك النفس العميق أن يتجاوز تلك المحاولات في تمثيل الحركة الشعبية باعتبار أن هناك اختلاف في من يودون تجعم هذا الحركة الشعبي فمنهم من يودون نقل مطالب الشعب وفي نفس الوقت يودون الحضور في الندوة الوطنية لهذا فهناك أختلاف فيما بينهم هؤلاء الأشخاص الذين يودون تجعم هذا الحركة الشعبي أنا أقول لهم اتفقوا أولا ثم أفكروا في فكرة تجعم هذا الحركة الشعبي الذي نشأ عفويا وقول تحية كبيرة للشعب الجزائري أحسنتم فخر للجزائر أحسنتم أظهرتم صورة رائعة للشعب الجزائري في الخارج أو في الداخل وإن شاء الله يعود الاستقرار للجزائر ونأمل ونعيش نحن وأبنائنا في جزائر سلمية إن شاء الله بمقراطية إن شاء الله شكرا جزيلا لك عبد الرزاق طهري الكاتب وناشط في الحركة الشعبية السلمية من وليتي تبسها شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة سلما بريك طالبة الدكتورة في الولايات السياسية ماذا يمكن أن تضيفي في الأخير؟ إضافتي في الأخير هي ستكون عبارة عن توصية للشعب الجزائري الذي أنتمي إليه وتوصية أيضا لمن سيقود الجزائر من خلال مراحل لاحقة هنا الوقت للانتفاع من أفكار مالك بن نبي هذا المنبوذ في قومه الذي انتفع منه بلدان في الغرب مالك بن نبي قد تحدث عن مرحلة الركود التي عاناها الشعب الجزائري خلال مراحل سابقة وتحدث أيضا في العديد من مؤلفاته عن مرحلة الثورة وبناء الحضارة واستعمال عامل الثقافة والتحاضر فهو هذا الأخير قد قال أن الاستعمار القابلية للاستعمار هي نتيجة حتمية للاستعمار وليست سبب وهذا ما نعيشه نحن الجزائريون اليوم نحن قد تم غصبا عننا يعني تم تقبلنا لهذه العصابة بشكل يعني لكن الآن الحركة الشعبية الأخيرة أبرز فكرة أن الجزائر ليست له هذه القابلية والحمد لله الحمد لله لم تكن لديه أبدا هذه القابلية لكن تم تفعيلها فينا جميل شكرا جزيلا لك سلمة أبريك طالبة الدكتورة في العلوم السياسية وأيضا صحة فيها ليوجودك معنا اليوم وأنت أيضا من ولايتي تبزع شكرا جزيلا لك لحضورك اليوم فاصل ثم نعود